المترجم للقناة لو ضغطت على أي فيضة من الفياض راح يطلع لك مثلاً هذه روضة القاع وكم تبعد عنك وممكن أنك تتجه لها مباشرة نبي نشوف كيف طريقة تركيبها على خراية جوجل ماب بكل سهولة ورابط دمج خريطة الكشتات أنا رفعتها على موقعي ممكن رفعت الشاشة وأدخلت الرقم 257 ثم ضغطت على إرسال مباشرة راح يدمجها لك في جوجل ماب بالشكل هذا وخلاص راح تبقى عندك داخل التطبيق ممكن أنك تختار أي فيضة وبعدين تحددها وتروح لها مباشرة ولو ضغطت على خيار عرض التسمية التوضيحية للخريطة اللي أندمجتها راح يطلع لك أسماء الفياض وأسماء الأبار اللي أنت دمجتها في خريطة جوجل ماب مثلاً الفياض عندك 910 مكان تقريباً وعندك الأبار 86 مكان طبعاً الأبار غير ظاهرة الآن بالخريطة لا بد أنك تحط عليها صح ورح تكون الآن ظاهرة بالخريطة ولو شفنا هذه أسماء الفياض اللي موجودة واللي دمجتها أنت في خريطة الكشتات لو نلاحظ أنه حتة الأبار الآن طلعت في الخريطة هذه الخريطة جداً مهمة لأصحاب التنزهات والكشتات أتمنى إن شاء الله أن يفدتكم فيها وتحياتي للجميع